متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة حنتكلم عن نموذج جديد من نيفيديا ونهاردة حتكلم عن نموذج هنا ممكن يكون لبعض اللي ما سمعش عنه ولكن هو نموذج متقدم من نيفيديا لإنتاج صور عليت الدقة وهم قدموه في ورقة بحسية بعنوان Efficient High Resolution Image and Sciences with Linear Diffusion Transformer هذا النموذج الهدف منه هو توليد صورة بجودة ودقة عالية بطريقة فعالة وبتكنولوجي جديدة دي اللي حنتكلم عنها النهاردة أولاً هم عايزين يعني ينتجوا صور فائقة بتوصل لـ 2024 في 2024 أو أعلى والنموذج ده مفترض أنه هو بيلبي الحاجة لإنتاج صور مفصلة ووقعية في صناعات بقى مختلفة زي الألعاب الإعلام التصميم بيستخدم حاجة اسمها Linear Diffusion أو حاجة اسمها عملية الانتشار الخطي المفترض أن Linear Diffusion ده بيعمل إيه؟ بيقلل من النايز اللي بيكون موجود فيه الصورة مقارنة بالطرق التقليدية وبيضمن الانتشار حاجة اسمها الانتشار الخطي عشان في الآخر خالص تاخد صورة الجودة بتاعتها عالية هنا الهيكلية اللي قيم عليها صناع مختلفة تماماً عن النمازج الأخرى والنموذج ده ممكن أنك أنت تستخدمه وتجربه بشكل مجاني على Hugging Face وده اللي احنا هنجربه مع بعض النهاردة وهحط لكم الرابط في الوصف أسفل الفيديو زي ما قلت لك Hugging Face كنز حاول أن انت تستفيد بيه وحنجرب الموضوع النهاردة بشكل مجاني زي ما عاودتكم بحاول أركز على المجاني زي ما المتابعين بيتقعي أغلبهم دايماً بيطلبوا مني أن أنا أركز على هذه الجزئية يلا بينا نشوف إزاي تقدر أنك أنت تجرب صناع على Hugging Face من خلال الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو على Hugging Face هنا زي ما احنا شايفين كل اللي عليه أن احنا هنحط البرومت أو الأمر وهنا موجود في الـ Advanced Options اللي أنا هتدوست لقي فيه سهم كده لو دوست عليه هتلاقي تقدر تحدد الأبعاد بتاعة الـ Image يعني الـ Height Tool قد إيه والعرض قد إيه هنا الـ Sampling Steps اللي هي عدد الخطوات اللي بياخدها في إنتاج الصورة هو كل ما قال لي بيكون أفضل ولكن أنا حسيبه على الـ Default اللي هو الـ 18 يعني أنا شخصياً قعدت أجرب وعب فيه لقيت أن الـ Default هو أفضل حاجة هنا الـ Guidance Scale هخليه على 5 وهنا الجزء المتعلق بالـ Guidance Scale برضو حسيبه على الـ 5 بالنسبة للـ CFG والـ PEG 2 هنا لو أنت حتستخدم Negative Prompt والـ Negative Prompt اللي هو الأمر السلبي فهنا حتبتدي أنت تحطه هنا بالنسبة لي الـ Image Style الـ Style بتاع الصورة No Style، ولا Cinematic، ولا Photographic، ولا Anime، ولا Manga، ولا Digital Art، ولا Pixel Art، ولا Fantasy Art، ولا 3D Model، ولا New Punk زي ما إحنا شايفين فيه Styles كتير جداً ممكن إحنا مثلاً نجرب أي Style من دول حنجرب كذا Style بالوقتي ونشوف مع بعض وهنا الـ Seed لو أنت عندك صورة وإحنا تكلمنا عن الـ Seed قبل كده لو أنت فيه صورة Already Back بيكون لها Seed وعرفنا قبل كده الـ Seed بنجيبه منين ونبتدي إن إحنا نحطه عشان نجيب صورة مشابهة لهذه الصورة وهنا بتحدد Number of Images أنا هخليها واحد وهنا أعطيني شوية أمثلة يعني ممكن تعملها فيه مثلاً A cyberpunk cat With neon sign ده مثال من الأمثلة وأيضاً أعطيك A very detailed and diaristic full body لشخص يعني مش عارفة بصراحة إي ده It's okay وهنا Pirate Ship سفينة بتاعة قراصنة وهنا نجرب مع بعض إحنا أمر أنا جايباة من على شات جيبيتي أنا أحب شات جيبيتي عشان بيبديني أعمر تفصيلية بصراحة جداً ولكن فيه طبعاً مواقع كتير تكلمنا عنها من قبل بتديك أيضاً أعمر تفصيلية يعني ومجانية تماماً هنا هبتدي إن أنا أروح أحط الأمر بتاعي وهنا بالنسبة لي Advanced Options فيه تحت حسيب كل حاجة زي ما هي هي بس الحاجة الوحيدة هغيره يبقى Cinematic وهبتدي إن أنا أقوله Run وهنا هنبصي نلاقي إن إنتاج الصورة بيكون سريع زي ما أنتوا شايفين يعني الـ Processing بتاع الصورة سريعة جداً بتدي أعمل Generation وهنا دي النتيجة المفروض إن دوت شخص بيحارب Monaster زي ما إحنا شايفين النتيجة رائعة جداً جداً هتبتدي إن إنت تدوس عليها عشان يظهر معاك Download عشان فينا بعض الناس بقولوا طب إحنا هنحمل الصورة من لين؟ بتحمل الصورة من هنا بتعمل لها Download تعالى نجرب الموضوع ده ونختار Style تاني هختار Enemy وحبتدي عمل Run واستخدم نفس الأمر وقادي الأنمي زي ما إحنا شايفين الجودة حلوة جداً وعالية جداً زي ما إحنا شايفين فيه كمان Pixel Art تعالى نشوف Pixel Art عمل Run وقادي البيكسل Art أيضاً رائع جداً تعالى نجرب المانجة كده ونشوفها هذه النتيجة بتاعتها أيضاً حلوة جداً زي ما إحنا شايفين مجاني تماماً تقدر أنك أنت تستخدمه من الرابط في الوصف أسفل الفيديو زي ما إحنا شايفين نتيجة حلوة جداً ومنستخدمه شكل مجاني وزي ما قلت لك Hugging Face فعلاً كنزة حاول أنت تستفيد منه لأن أنت حتى لو أنت عايز تنزل نموذج ذكاء إصطناعية عندك على الجهاز وإمكاناته حلوة تقدر تنزل الكود بيكون موجود هناك تقدر كمان تجربه بشكل مجاني من خلال الـ Spaces اللي بتتقدم على Hugging Face زي ما كده جربنا صانا النهارده 1.6P 1024 بيكسل أتمنى تكونوا استفادتم في فيديو نهارده وعجبكم فيديو نهارده زي ما بقولكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل Subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنتم بتشوفنا الأول مرة ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته